هل حققت أمريكا أهدافها بالفعل كما خططت في أفغانستان؟ سؤال يطرح نفسه بقوة مع تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي أكد أنه لا مبرر لمواصلة القتال في هذا البلد وأن المهمة أنجزت تصريحات تشيي بعمق الهوى بينما كانت تريده أمريكا التي غزت أفغانستان عقب هجمات 11 من أيلول وبين واقع البلاد التي لا يشيي مستقبلها بأفضل مما هو عليه اليوم عشرون سنة مضت على بدء المغامرة العسكرية الأمريكية في أفغانستان أثبتت بحسب صحيفة لوفيغارو الفرنسية صحة المقولة من السهل غزوها ومن الصعب حكمها ومن الخطر مغادرتها لتكرر أمريكا اليوم سيناريو فشل سابقيها وتشير لوفيغارو إلى أن وضع رجلين كحامد كرزاي غير معروف في الحكم كان له بالغ الأثر بتركي البلاد مجزأة وضعيفة حيث لا بنا تحتية ولا تعليم ولا اقتصاد قوي يضاف إلى ذلك تشكيل واشنطن لجيش أفغاني ضعيف لا يمتلك القدرة على مواجهة حركة كطالبان تمتلك هدفا واضحا لكن ماذا عن المستقبل في وقت اتخذ بايدن قرار الانسحاب السريع من أفغانستان هل هو مؤشر باتجاه ما تسميه بعض مراكز الدراسات بالحرب الأهلية؟ يرى مراقبون للشأن الأفغاني أن اتجاه طالبان للسيطرات على مناطق شمالي البلاد يعني السيطرات على المنافذ التجارية الأهم مع آسيا الوسطى فضلا عن غناها بالموارد والنفط ما سيمكنها من التوجه إلى طاولة المفاوضات على عكس أخطاء السابق مستفيدة مما جرى في مفاوضات الدوحة وهو ما تعكسه تصريحاتها الرسمية بالتأكيد على الالتزام بمفاوضات السلام والحل السلمي للحرب الأفغانية وعلى عكس ذلك ستبقى البلاد التي غادرتها أمريكا غارقة في الفوضى مع فشلها ببناء دولة أو شبه دولة في أفغانستان التي اشتهرت بأنها مقبرة للغزاة كما يصفها البعض اشتركوا في القناة